في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية صرح وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بأن الوزارة حرصت على تسليم مفاتيح وحدات مشروع مجمع 609 بمنطقة سترة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك سعيا منها لمشاركة المواطنين فرحة العيد والإسراع في توزيع ما تبقى من وحدات في إطار الجدول الزمني لتوزيع 5000 وحدة سكنية وقال الوزير أن مشروع مجمع 609 بسترة قد شهد انتهاء الوزارة من إنشاء وتوزيع المرحلة الأولى من وحداته في وقت سابق فيما تقوم الوزارة حاليا بتسليم المرحلة الثانية والأخيرة منه مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء مكملا لسلسلة المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة في المجمعات السكنية في مختلف مناطق المملكة والتي يتم تشهيدها ضمن خطة الوزارة لتنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة والمنبثق عنه برنامج عمل الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية موسيقى 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 موسيقى